اشتركوا في القناة محسن تقول سلام دكتور الله يجازك بخير تكلم لنا على الاستروجين في الجسم وكيفية تخلص منه الاستروجين في الجسم كيفش شنو الاستروجين واحد الهرمون اللي الاصل ديال الانسان كينتجوه من بالنسبة للرجال كينتجوه من الغدة الكادرية والنساء كينتجوه كذلك من الغدة الكادرية وكذلك احتم من المضايض ديالهم هذا هرمون طبيعي ولكن الانتاج دياله في الجسم ديالنا كيكون وفق الطلب نهار كيكون الجسم يحتاج الاستروجين عاد كيكون هناك طلب بإذنين من الدماغ وكيولي الانتاج دياله وفق الطلب والاستعمال دياله انفوك ينتهي كيكون هناك اشارة الى الخروج دياله للخارج لكن تغيير ديال النمط الحياة ديالنا خلى ان هاد الاستروجين عواد ما يتنتج بطريقة طبيعية من الجسم ديالنا واللي نحنا كنقومو بالانتاج كما كيقولو صناعي هاد الانتاج صناعي مني كيجي اولا من كترة الدهون اللي كناخدو ثانيا من من التغذية اللي كناخدو ثالثا موحد مجموعة ديال الكريم اللي كندرهم على الوجه ديالنا ولا على الدات ديالنا اضافة الى كذلك منابع اخرى اللي ممكن اننا نزيدوا بها المستوى ولا التركيز ديال الاستروجين في الدات ديالنا فاللي نعقله عليه الماكلة كتزيد من المستوى ديال الانتاج الاقراس اللي كناخدها بعد مرات لتغيير شيء من الحركة الفيزيولوجية ديال الدات ديالي كناخد الاقراس اللي فيها الاستروجين وكذلك كان عندي بعض الدهون لما كيكون عندي فيها افراط كتتحول الى استروجين واللكريم اللي كندرهم على الوجه ديالي وعلى الدات ديالي كتنتج ليها ولكتزيد ديال من المستوى ديال الاستروجين والاستروجين لما يكون هناك اكسي فيه نعكسات سلبية دياله على الصحة لا يحمد عقبها كتبدأ من ظهور لطاش فلاببو ديالنا إلى غاية ظهور سرطان في الجسم ديالنا فانتقال زيادة ديال الاستروجين كيبدأ لي بوحد أعراض بسيطة اللي كتجل لغيف ديالتاش فلاببو ديالي وكتنتهي بأمراض خطيرة اللي ممكن تكون سبب في الموت فلهذا بما أنني عرفت هذه المادة لها خطورة على الدات ديالي وهذه المادة ممكن أن الجسم ديالي ينتجها بطريقة رقائية بدون ما يكون لها نعكس على الصحة ديالي فلماذا نزيد الانتاج ديالها ولا ندخل الإفراط في الانتاج ديالها في الدات ديالي الأقراص اللي عندي فيها الاستروجين نتخلص منها نهائيا الماكلة اللي غا يكون في عندي فيها الاستروجين نقسم منها أو لا نحيدها نهائيا وكيفاش نعرف الماكلة اللي فيها الاستروجين غا نمشي لعندي يعني ذاك القناة المعلوماتية غا نمشي لجوجل وهذه ندير فيها الاليمنتاشون غيش ان فيتو استروجين غا يقول لك هيا وانت قد تحاول تخلص منها تحيدها من الوجبات الغدائية ديالك ثم الكريم غا نقرأ اي كريم غا نحط على الوجه ديالي واش ما فيهه الاستروجين فالاستروجين غا نحيدها ثم الاشياء الخورة اللي تتكلمت عليها كل ما فيه الاستروجين غا نحيده مدد ديالي ولما غا نحيده اوتوماتيك مو هاد الاعراض اللي تتكلمت عليها مع مره غا تبني في الدد ديالي والان اليوم راني كنعيش واقع كنعيش حالة اللي فعلا كنت كنستعمل هاد المواد هادو وممكن كن الدد ديالي عامرة بالاستروجين شنو هو الحل الحل وهو انني اقوم بعملية غسل الدات نهائيا من جميع الشوائب اللي كان فيها والغسل ديال الدات غيكون فيه غسل ديال الجهاز الهضمي وحنا عندنا حلقات اللي تكلمنا علي فيهم على الغسل ديال الجهاز الهضمي ثم الغسل كذلك ديال الدورة الدموية وكذلك ترجعوا للحلقات ديال الدكتور محمد الحسين في الغسل ديال الدورة الدموية ثم كذلك الغسل يعني الكيفي والكمي ديال الكابيد وكذلك تكلمنا على هذا الامر في حلقات اخرى فلما غا ننقي جهاز الهضمي ديالي وننقي جهاز ديال الدورة الدموية ديالي وننقي كذلك الكابيد ديالي فإنني بإذن الله قد نكون أفرغت كل ما هو استروجين من الدات ديالي ولما كانت تخلص من الاستروجين والالكسي ديال الاستروجين في الدات ديالي كانوا اللي كان نعيش إنسان طبيعي كان نشوف بأن دوك الطبائع اللي كان في الفلاببو ديالي بدأت كبتمحا وهذا عارض من الأعراض اللي كيبيلي بأن راني تخلصت من هاد المشكل في الدات ديالي نتمنى الله سبحانه وتعالى أن نكون جاوبة الأخ ديالنا على السؤال دياله ولكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين